سنحكي اليوم عن تقنية الهولوغرام وهي تقنية تشسيد بأبعاد ثلاثية أي مجسم أو أي صورة بدنا إياها لكن اليوم سنحكي عن هذه التقنية ومفهومها ولكن بطريقة أخرى وهي طريقة تعليمية ومبتكرة اليوم معنا أستاذ العلوم محمد سليمان الخطاطب وهو أستاذ في وزارة تربية وتعليم في لواء بني أبيد بمدرسة زهاء الدين الحمود الثانوية للبنين يعني أول شي نصبح عليك صباح الخير لك ولجميع مشاهدين وأول شي بحب أوجه لك كل المعلمين كل عامهم ألف خير ومناسبة يوم المعلم العالمي اللي صاد في يوم أمس وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك بكتور محمد ويعطيك ألف عافية بالبداية بداية الموضوع خلينا نشرح عن التقنية نفسها أو مفهومها عشان الناس تكون أسهل عليهم لأنه غير متداول لموضوع تقنية الهولوغرام فخلينا نحكي عن تعريفها بالبداية أول شي تقنية الهولوغرام هي طبعا قديمة الظهور يعني هي تعود إلى عام 1946 لكن حديثة التطور هي بالأساس أشعة موجودة تصددم بالعدسات والمرايا يخرج عندنا مجسم هولوغرامي هذا الحكي كان في القديم الآن حديثا لما اطورت الأمور حاولوا أنهم يدخلوا لـ 3D على الهولوغرام فلو نشاهد إحنا المروحة هي جابوا الأشعة الموجودة بالهولوغرام دخلوها داخل المروحة مع 3D أصبح يخرج عندنا المجسم ثلاثي الأبعاد طبعا في القدم استخدموها بالدعاية وبالإعلام أنا من خلال تجربتي حاولت أنه قد ما أقدر أدخلها في العملية التعليمية نعم فكانت تجربة صراحة ناجحة وأثارت الدافعي والتشويق لدى الطلبة نعم طبعا يعني إحنا عرفنا مبدئيا شو هي تقنية الهولوغرام ونستعرض بعض قليل الفيديو نشوف مع بعض حتى نفهم الفكرة بشكل أكبر ولكن من ناحية تعليمية يعني كيف استخدمت هذه التقنية بتجسيد خلينا نحكي أو تعليم الطلاب بشكل عام وإيش المواد اللي ممكن أنت تعرضها على الهولوغرام حلو أنا كانت صراحة تجربتي كنت مقبلة على طروح الدكتوراه لكن حاولت أني أدخل إشي تكنولوجيا لأنه زي ما بنعرف الآن إحنا بعالم التكنولوجيا صحيح فإحنا حاولت أدخل التكنولوجيا في التعليم فبحثت صراحة من خلال الأبحاث والدراسات وجدت أنه تقنية الهولوغرام موظفة في الدعاية والإعلام حاولت أنه أدخلها في التعليم فحاولت أنه أول إشي أبحث عن وحدة مناسبة لأنه مش أي وحدة دراسية لازم من وحدة تخرج مجسمات ثلاثية الأبعاد حيث الطالب أنه اثيروا للتشويق داخل الغرفة الصفية فوجدت أنه وحدة الوراثة بالصف الثامن هي وحدة مناسبة كون أنا بدرس علوم فجهزت الوحدة صممت الوحدة وجهزت بعض المجسمات والأشكال التي ستظهر في الفيديو ووضحتها للطلاب وصممت تقريبا 20 حصة على مدى شهر كامل صراحة كانت نتائجها مبهرة جدا قبل التدريس وبعد التدريس كان الطلاب زي ما نعرف المواد العلمية تلاقي الطالب عنده خوف منها ورهبة صراحة أنا عن تجربتي بحكيها مادة العلوم أصبح الطالب يحكي لي يا أستاذ خلينا نعطي حصتين باليوم مختلش ويق وإثارة ويستمتعوا استمتاع صراحة يعني أنت لما تحكي عن أجزاء الكروموسوم الطالب يشوفها بالكتاب بشكل عادي تظهر الآن تدخل بعقله بشكل ثلاثة أبعاد حتى لو تيجي عنده بالاختبار يشوفها بطريقة مناسبة يتذكر شو شاف فبصير النتائج عنده إيجابي وأظهرت النتائج وأنا كانت صراحة طروحتي مميزة من حيث النتائج نعم طب هلأ دكتور محمد رح نشوف الفيديو مع بعض ونستكمل باقي الحوار طب لسه الفيديو مجهز طب خلينا نحكي بما أنك أنت فكرت خارج الصندوق وطلعت من السورة النمطية للأفكار والتقنية التي استخدمتها هل لقيت عندنا واعي أن ننشرها بكل البيئة التعليمية وإلها مستقبل يسهل على الطلاب طريقة الاستقبال طبعا والله أنا صراحة هي كانت البداية بالفكرة بشهر تقريبا واحد لكن هي في فترة كورونا كانت هي الفترة التي أنا طبقت فيها قبل كورونا لكن هي كورونا جاءت والوضع صار زي ما شفته لكن يمكن تطبيقها مثلا برياضيات يمكن تطبيقها يعني مثلا ممكن مشاهدة الدوائر الإسطوانات الأشكال الهندسية ممكن مشاهدة تطبيقها للطلبة يعني أنا طموحي صراحة أنه مثلا تطور هذه التقنية تصبح على مستوى المملكة يعني لو كل جهاز كان موجود في كل مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة صراحة نتائجها تثير التشويق والإثارة والدافعية لدى الطلبة بشكل كبير جدا مكلفة هو شوف يعني هي بتوفر يعني أنت لما تحكي بدك تجيب تعرض كمان يمكن استخدامها عرض بروجيكتر مشروعات مؤتمرات أنت لما بدك بالداتاشو بالمدرسة تتغلب أنت بالداتاشو تنقلها من مكان لآخر لكن هو هاي بشكل مروحة تظهر أفضل من الداتاشو وبشكل ثلاث الأبعاد فهي مؤثرة للوقت والجهد عم نشوف مع بعض الآن على الشاشة فيديو لتقنية الهولوغرام واستخدامها في العملية التعليمية يعني ممكن تشرح لنا هذا هاي بالنسبة لي إلى وحدة الوراثة وحدة الوراثة بالصف الثامن طبعا وحدة الوراثة من أصعب الوحدة التي الطلاب كانوا يستصعبوها بالنسبة لي أنا كوني تدريس سبع سنين لكن صممت الوحدة بطريقة الهولوغرام لما طبقتها صراحة الطلاب أثارت الاهتمامهم كثير جدا وأصبحت سهلة جدا تقريبا عندي خمسين شكل توضيحي ثلاث الأبعاد غير الفيديوهات وطبقتهم كامل وكان محتوى جديد بحيث يتناسب مع نفس الأهداف التي طرحتها وزارة ترويو التعليم أنا وزارة ترويو التعليم صممت وحدة الوراثة للصف الثامن أنا جبت وحدة الوراثة نفس الأهداف لكن صممتها بتقنية الهولوغرام بدون تغيير في المنهاج نفس الأهداف ونفس النتاجات كان في صعوبات دكتور محمد واجهتك وانت أنا بالبداية كانت صعوبات لأنه الأبحاث والدراسات في الأردن أو بالوطن العربي ضعيفة جدا صراحة عن الموضوع هذا يعني تتواجد في بعض الدراسات في الدعاية والإعلام لكن في التعليم صراحة شبه معدومة بالشكل هذا لكن الدراسات الأجنبية وظفوها لكن استفادوا منها كيف مثلا الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والقلب والرئتين الجسم الإنسان كامل أنت بدلا من مثلا ما تجيب جسم مجسم أنت بتقدر هون ميزة فيها الميزة المجسم كامل ممكن أن دوران وحركة بالتالي من كافة الجهات كافة الجهات فأنت بتقدر أنت تظهر الجهاز العصبي وملون كما يعني أنت بتقدر مثلا قلب لونه أحمر مثلا الرئتين كذا كل يعني ملونة وبشكل دوران فأنت أنا بالنسبة إلى الصعوبات اللي واجهتها حكيت لك يعني صراحة يعني واجهت صعوبات كبيرة جدا لأنه ضعف الدراسات عليها والشكل يجب أن يصمم ثري دي مش أي شكل بزبط عليه بس مين هو بيتم عبر خلينا نحكي برامج معين آه برامج ثري دي ماكس المايا البلندر هذول لكن فيها ميزة لازم الخلفية تكون سودة شكل أسود ليش لأنه هذا بطلع وهم فراغ الأسود مبرمجة في اللون الأسود بطلع فراغ الآن إذا حطيت الخلفية لون أبيض رح يطلع اللون أبيض قدامك لكن إذا طلع أنت حطيت الشكل حطيت وراء خلفية بشكل أسود بطلع فراغ بطلع يعني مجسم فاضي نعم بدون خلفية نعم دكتور محمد نقدم نشرح للمشاهدين عن المروحة اللي قدامنا كيف ممكن يطلع منها الأشكال أو الأولوان أو الحتة الحركة تمام الآن هي المروحة يتم إيصالها يتم إيصالها بالتيار الكهربائي طبعا هي بيجمعها برنامج وباسورد ينشبك بواسطة التلفون تطبيق معين من الجوجل بلا أو الأب ستور الآن مجرد أنت داخلها ذاكرة داخلها ذاكرة تحط الصور والفيديوهات اللي بدك إياها الآن لما تشغل تحطها على ستاند زي هيك الآن تتحكم أنت فيها بتشغل بور بطلع عندك الأشكال اللي بدك تعرضها الهالة بالضبط الآن مثلا بدك تعرض مثلا أجزاء الكروموسوم أو مثلا تفتح نبات بشكل ثلاث الأبعاد يعني إحنا من لاحظ الكتاب بوضح تفتح النبات لكن لما تشوفه بشكل ثلاث الأبعاد صراحة استمتاع طبعا ما يكون ملفت بيكون أسهل وحكيت جملة بأنها أقل تكلفة فعليا أنت ممكن تدفعها للمرة واحدة بس أيضا يعني إنشاء المجسمات للجهاز الهضمي لغيره من المواضيع أيضا مكلف جدا إنشاء مجسم آه مكلف طبعا مكلف آه مكلفة هي لكن بطلع عندك المجسم ثلاث الأبعاد وأنت بتتحكم فيه بتواسط التلفون كل شكل بدك أنت تعرضه بتضغط عليه بواسطة التلفون يعني هي سهلة الاستخدام سهلة جدا الاستخدام على الطالب و على المعلم آه وتدخل صراحة يعني الطالب أنا بالنسبة إلي يعني أدخلت التشويق للطلبة بشكل والله كبير جدا وأظهرت نتائجها بالأطروحة الدكتوراء اللي صممتها دائما الطلاب يحبوا الشغلات الجديدة يعني بلفت نظرهم كثير خلينا نحكي عملية التعليم الروتينية خلص يعني مرات زهبوها وتقليدية وإحنا بنعرف عالم تكنولوجيا الآن نعم يعني إدخال التكنولوجيا في التعليم ضروري جدا وأنا هذا كان هدفي إني أكون يعني مميز حتى بأطروحتي أدخل تكنولوجيا في التعليم نعم صحيح يعني نشرت بدي أسألك عن البحثين عن تقنية الهولوغرام وأثرها في التدريس وحصلت على موافقة نشر كتاب من المكتب الوطنية باسم الهولوغرام في تعليم العلوم حدثني أكثر عنها أول إشي هي الأطروحة يعني لازم تنشر عنها بحث قبل مناقشتها نشرت بحث له تقنية الهولوغرام وأثرها في التفكير التأملي لأنه هنا أنت بتحكي عن تأمل لما تشاهد صورة راح أنت تحكي عن تأمل نعم فنشرت بحث في مجلة محكمة مجلة الدولية للعلم التربوية وحصلت على كتاب موافقة ونشره إن شاء الله بشهر اثنين بعام 2021 شاء الله البحث الثاني أثرها في استيعاب المفاهيم نعم يعني مفهوم الوراثة مفهوم الأمراض الوراثية الصفات السائد الصفات المتنحية وحصلت على الموافقة وانتشر موجود على الإنترنت بحث التي هي أثر تقنية الهولوغرام في العلوم وأثرها في استيعاب المفاهيم الصف الثامن أدي عمر مشروعك دكتور محمد تم تطبيقه على عدة مدارس لا طبقته بسمي مدرسة زهاء الدين لحمود الثانوي اللي صراحة أنا أول شيء أحب أن أوجه شكر إذا سمحت دكتورة وصالي لعمري دكتورة في جامعة اليارموك اللي أشرفت على رسالتي وأطروحتي وكان لها دور كبير صراحة بإبراز هذا الإشي تعبنا صراحة لأن الدراسات كانت ضعيفة أحب أن أشكر مديريتي بن عباد ومدرستي أسرة مدرسة زهاء الدين لحمود الثانوي البنين اللي أتاحت للفرصة بتطبيق هذه التقنية داخل الغرفة الصفية نعم يعني أول شيء إحنا فخورين جدا الله يساعدك هذا النوع من خلينا نحكي التفكير خرج الصندوق والنوع الإبداعي والتفكير الجديد يعني شباب أردنيين دائما نفتخر فيهم ونتمنى دائما يكون هناك تقدم في هذا المجال وانت كونك من أول اللي خلينا نحكي الأشخاص اللي داخل الأردن استخدام هذه التقنية في العملية التعليمية نتمنى من خلال بحوثك ومن خلال هذا الكتاب يعني يتم نشر هذا الموضوع ويصير هناك وعي أكثر وممكن نستخدمه حتى يتم أيضا تدريسه في المدارس طح أنا بتشكركوا يعني وصراحة حاب يعني أنه مبادرتي إنها توصل وتتطور بشكل أكبر على مستوى الأردن صراحة لأنه الأردن باستحق والطلاب باستحق والجميع باستحق والله يحطيك العافية جميعا شكرا شكرا لإلك دكتور محمد خطاطبا وإن شاء الله يراب نشوفك بمكان عالمي بهذا الإنجاز وبإنجازات أخرى شكرا لإلك ويعطيك العافية شكرا لإلك ويعطيك العافية سنطلع مع فاصل لا والله غير ما مصير أنا مسامحتك اليوم نطلع مع فاصل نطلع مع فاصل